نتدبر في بعض من آيات كتاب ربنا وأن نكون من المتدبرين أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وتوقفنا في الحلقة السابقة عند يعني معنى أو قريب من معنى إياك نعبد وإياك نستعين وقلنا إن العبادة تحتاج إلى استعانة والاستعانة لا تكون إلا بالله الواحد الأحد الفرض الصمد المعبود لذاته سبحانه وتعالى لا أستعين بإنسان لأن إذا توكلت فتوكل على الحي الذي لا يموت لأنني إذا استعنت بقريب لي خال أو عم ذو منصب أو ذو حيثية أو بأخري في مرتبة عالية في الدولة ربما عند الورطة يكون قد أقل من منصبه ربما يكون نائما ربما يكون مسافرا لكن هل قدم إنسان طلبه إلى السماء في ليل أو نهار الساعة الثانية صباحا قبل الفجر بساعتين وثلاثة قالت له الملائكة هذا ليس وقت العمل الرسمي تعالى لنا قبل العشاء تعالى قدم طلبك قبل الظهر لا إنما على مدى الأربعة وعشرين ساعة مسافة بين السماء والأرض لا يحتاج الأمر إلى لجنة وإلى تحولها للجنة وإنما أمره بين الكاف والنون الأمر بين الكاف والنون ولذلك الإعباد الله الصالحين عندهم هذا المفهوم في الاستعانة أنه يستعين بالله سبحانه وتعالى وإذا استعنت فاستعين بالله لا يستعين بأحد آخر إنما الذين نستعين بهم هؤلاء إنما هم أسباب يؤسرها رب العباد عز وجل فأقول أنا الطبيب هذا سبب في شفاء ابني والمواندس هذا السبب في بداء المبنى وفلان هذا كان سببا في أن ولدي عين في المكان الفلاني لكن هل هو الذي عينه لا هذا شرك هل هذا الطبيب هو الذي شفى الولد لا يعني قال الشافعي لما أتوا له بالطبيب في أواخر أيامه نظر إلى السماء وقال طلبوا لي طبيب الوراء طبيب الناس يعني وطلبت أنا طبيب السماء ذاك ليعطي الدواء وذاك ليجعل فيه شفاء لأنه ممكن للطبيب يعطي الدواء والدواء ما يجيب نتيجة يعني مع عشرة ويعالجوا عند الطبيب مئة يشفى منهم أربعة وستة وتسعين أو يشفى منهم خمسين وخمسين لا يصحوا ليه لأن الله أعطى وضع السر في الدواء وسر الشفاء لهذا ونزع سر الشفاء من ذلك إذن كلاهما يأخذ الدواء لكن هذا يأتي معه النتيجة هذا يأتي معه النتيجة ليه لأن الله وضع السر هنا ونزع السر من هنا إذن الشافي هو رب العباد سبحانه وتعالى يقول يروى في القيامة حتى تتفشى فينا أمراض لم تكن في السابقين عمرنا من نسبة عن الطفل في يام جدي وجدك نزل بثقف في القلب ولا نزل مش عارف أشياء خلل في كذا ولا كذا والهرمونات والأشياء الغريبة التي تحدث هذه كان أنا وأنت في أعمارنا كنا نشرب من صدر الأم لبنا معقما الآن لمن الأم غير معقم نتيجة التلوث والهرمونات والمبيدات نسأل الله سلام نعمل إيه نسأل الله سلام الشرب والأكل الآن يجب أن تقول بسم الله الذي لا ضر عصمه شيء في الأرض ولا في السماء لا تكتفي بالبسماء فقط تستعيد بالله من هذه الشرور الموجودة في الأطعمة والأشربة لأن أمرنا ما زال ليس بأيدينا وإنما بأمر الآخرين بعد أمر الله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين ثم تدعو رب العباد اهدنا الصراط المستقيم أي يا ربي لا أستطيع أن أهتدي إلى صلاة إلا إذا هديتني أنت وبعد رب العباد وضع حدايتين القرآن والنسخة المكتوبة المسطرة والنسخة المفسرة للقرآن سيدنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم هو النسخة المصحفية البشرية التي تتمثل فيها وفي كل حركاتها وسكناتها ونومها ويقظتها وهدوئها وسكونها وعملها القرآن الكريم هو كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم إذا مشى فهو بالقرآن وإذا توقف يعني كل حياته كانت قرآنية النزعة لأنه يمثل هذا الكتاب العظيم الذي الذي أنزل عليه يقف الليل كله ليلة بأكملها يعني يعني سبحان الله يرتد آية واحدة ويبقي إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم وإن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم يكررها حتى يطلع الفجر هذا إنسان موصول بالله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم صراط من صراط الذين أنعمت عليهم تيجي في ركعة وتقول الذين أنعمت عليهم يا ربي اللهم من اللي هو سيدنا نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وداود وسليمان وإسحاق ويعقوب وإسماعيل ويوسف وهارون وموسى يعني تتذكر هذا مرة مرة تذكر الذين أنعم الله عليهم اللي هو يتقول إيه الله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وآل البيت وعمر وبدال وعبدالله بن مسعود وإبن أم مكتوب وأبو ذر وسلمان الفارسي ومرة تقول صراط الذين أنعمت عليهم زي أبو حنيفة ومالك والشافعين وأحمد أبن تيمية وحسن البصري وعبدالله بن المبارك وهؤلاء الصالحين يعني أنت بهذه المعية صراط الذين أنعمت عليهم عشان ما تسلح في الصلاة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لهؤلاء ولهؤلاء يا ربي لا تجعل ولا مع أبو لهب ولا مع فرعون ولا مع خارون ولا مع النمرود ولا مع هؤلاء الذين كفروا بكتب الله وكفروا بشرائعه وكفروا بأنبيائه غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين ضلوا الطريق وحرفوا في كتبك وحرفوا في منهجك وحرفوا في ما أنزلت عليهم لكن كرم ربنا علينا أنه نزل علينا كتابا قد تكفل هو بحفظه لا علاقة للإسلام بأتباعه لو كان للإسلام علاقة بأتباعه لضمحل واندثر ودرس في كتب التراث من زمن لكن الإسلام قوي في ذاته لا علاقة له بأتباعه أتباعه صار أحسن الناس فالإسلام كما هو أتباعه صار أخر الناس الإسلام كما هو فالإسلام قوي في ذاته لا علاقة له بأتباعه وإنما القرآن بعظمته كفره والإسلام بعظمات كفر حفظه رب العبادة عز وجل وجعل هذا الإسلام داخل هذا الكتاب العظيم إننا نحن نزلنا الذكر وإن له نحافظون أما الكتب الأخرى استحفظت للأحبار والرهبان لما كانوا صالحين ظل الكتاب كما هو لما انحرفوا عن طريق الله وجاءوا وأكلوا به ثمنا قليلا وباعوا الآيات وباعوا الكتب عندئذ حرفوا وغيروا وبدلوا لكن كتاب ربنا محفوظ من لدن رب العبادة عز وجل غير المغضوب عليهم ولا الضالين نتقول آمين تكتشف تدبرا أن هناك مفاجأة تنتظرك لأن القرآن وحدة واحدة تبدأ البقرة فورا وهي السورة الثانية وأطول سورة وأعظم سورة في القرآن بعد الفاتحة بعد سورة الحم بإيه ألف دام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كأن الإنسان المسلم دعا رب العباد أن يهديه الصلاة المستقيم ويجعله بعيد عن طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين وكأن الاستجابة قد جاءت كيف أنا أدعو الله أن لا أكون للمغضوب عليهم ولا الضالين ماذا صنع هؤلاء حرفوا الكتاب بتاعهم هذا حرف كتابه وهذا حرف كتابه هؤلاء حرفوا كتابهم وهؤلاء حرفوا كتابهم فرب العباد عز وجل كأنما يمن عليك وأنت تقرأ ويقول ذلك الكتاب القرآن يعني لا ريب فيه لا شك فيه لا يستطيع أحد أن يحرفها لا يستطيع أحد أن يغير فيه لا يستطيع أحد أن يحدف منه كلمة أو أن يضيف كلمة هذا كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فبتدبرك تعلم أن القرآن وحدة واحدة كل سورة تقدم للسورة التي تليها ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إلى أن يعني بقية الآيات تكتشف أن في تدبرك لكلام الله تكون وقاف عند الآيات وقاف عند الكلمات شعر الله وإياكم من المتدبرين لكتابه العاملين به أناء الليل وأطراف النهار التالين له يعني بكرة وعشية ولا ننقطع أبدا عن نور كتاب الله ولا أنوار كتاب الله الذين هم في سلم وسلام وأمن وأمان يوم القيامة يوم لا أنفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم واجعلني وإياكم من العاملين المتدبرين له واجعلني وإياكم ممن يستضلون بظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله لا تنسون من صالح دعائكم ونلقاكم في حرقة قدم إن شاء الله نستدعوكم من الله الذي لا تضيع دائعه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته